صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم سبعين لسنة 2015 بتنظيم وزارة شؤون الشباب والرياضة وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه تنظم وزارة شؤون الشباب والرياضة على النحو الآتي أولا وزير شؤون الشباب والرياضة وتتبعه إدارة الاتصال ثانيا وكيل وزارة شؤون شباب والرياضة ويتبعه الوكيل المساعد لتنمية الشباب وتتبعه إدارة الأنشطة الشبابية إدارة شؤون الاختراعات الشبابية إدارة دعم وتوجيه الشباب الوكيل المساعد للمراكز والهيئات الشبابية وتتبعه إدارة المراكز الشبابية إدارة المراكز التخصصية إدارة الهيئات الشبابية الوكيل المساعد لشؤون الرياضة والمنشآت وتتبعه إدارة شؤون الأندية إدارة الخدمات الرياضية إدارة المنشآت والمشاريع الوكيل المساعد للتخطيط والترويج وتتبعه إدارة الموارد البشرية والمالية إدارة التسويق والترويج إدارة التخطيط